واليوم ويانا نموذج من الطبيبات الشابات خريجة جديدة بعدها ما تعينت حتى تحكي لنا أكثر عن هذه الحالة الإنسانية اللي مرت بها وخلتها تفتخر ببداية مشوارها لهذه اللي كونها طبيبة طبعا نورتنا من الدكتورة زهراء عماد علي ونشوفها ما خلينا نتعرف عليها ونصبح عليها يسعى صباحش دكتورة زهراء أهلا بيش يسعى صباحش دكتورة زهراء أهلا بيش صباح خير عليكم على كل قدر قناة الجلي وعلى مشاهديني الكرام أهلا بيش دكتورة زهراء بالبداية حابة أسألك أول شي خبرينه إش قد حصلتي المعدل بالسادس وهل كان طموحك من أنت وصغيرة تكونين قبيبة؟ حصلت على معدل سبعة وتسعين بدون أضافات وكانت أمنيتي من الطفولة لحد أستاذ سعدادي أن أكون أعلامية أولا بعدين اتغيرت الآراء وحبيت أدخل مجموعة طبية أكثر وخصصا تشجيع الأهل الشانوية وحبيتها القسم نعم نعم طبعا يعني زهراء من أكثر المواقف اللي إحنا حابين نسمعها يمكن صارت أكو مواقف وياج إذا ممكن تسمعين إياها يعني يمكن أنت كطبيبة يمكن هواية تشوفين قدامت ممكن شخص يعني ضغط ينزل أو ممكن تصافين أشياء يعني خلينا نقول إحنا ما مرين بيها شون تكون هذه المواقف شون تسعديهم؟ هو صدفة هي أول حالة صارت عندي بحياتي كلين أنه خلال نزولنا من المطار صارت عندي الحالة قبالي أنه شخص أغمى عالية فحاولت أساعده منه مددت يعني جسمي ورفعت رجلة حاولت أساعده بالإسعافات الأولية اللي يعلموني إياها الجامعة بالإضافة لأنه حاولت أنقذ إجقد ما أقدر اللي هو الشخص اللي هو معاني بالمطار نعم وسويت لإسعافات الأولية من البداية للنهاية ومن ضمنها اللي هي السي بي آر الحمد لله وشكر وقدرت أرجع النبض مالتي بالإضافة لأنه الكونتاكت بيني وبينهم الحمد لله أحسن شون نعم وبعدين تصنع بالإسعاف وأخذ وفاية شونت أول حالة في حياتي طيب زهراء هل أكو تصوير يعني لهاي الحادثة صراحة كان أكو شخص صور الحادثة من البداية للنهاية لكن ما عندي أي كونتاكت بهذا الشخص لأنه بعد ما كل شخص أخذ الحقائب مالتي كل من يعني راح بطريقة وما قدرت أحصله نعم طيب زهراء شونه كان إحساسك يعني بعد ما مريتي بهذا الموقف الإنساني صراحة كل شفا فرحانة وفخورة بنفسي يعني أنا خبرتي بسيطة جدا طالي شهرة من أتخرجت بس الحمد لله والشكر حاولت أساعد أو أنقذة يعني بشي اللي أقدر علي والحمد لله والشكر الحمد لله طيب زهراء يعني شنو المخاوف اللي تنتي تواجهيها أثناء الدراسة والله أكثر شيء كان يخوفني أنه ما أريد أطلع دور ثاني وبالإضافة لأنه كانت الامتحانات العملية اللي اسمها الأوسكي عندنا كل شيء صعبة فأكثر شيء نذني أكثر إثنين أخاف من عندهم نعم طيب زهراء اليوم يمكن هوايا من الشباب يعني بدأوا يمكن هسا يقدمون حتى أنه يفوتون الجامعات شنو تنصحهم تنصحهم أنه يفوتون المجموعة الطبية بما أنه يمكن هذا الشيء واللي الأكثر يحبوه هنانا بالعراق خاصة أنه الأهل يشجعون عليه وهمين الطلاب يمكن يزرعون هذا الشيء بداخلهم من الصغر دائما تقول لي للشيء وحاب تطلع يقولك دكتور بس يمكن هي همينة بها هوايا صعوبة ودراسة طويلة جدا أنت تنصحين أنه الشخص يدرس طب أنصح بس الشخص اللي هو حابها المهنة ويريد يبدع بها وبنفس الوقت يقدر الضغوطات والتعب بالإضافة لأنه مسؤولية شبيرة بس ما صح جدا اللي بس مجرد يروح يعني يريد يروح على تعيين بدون ما هو أصلا حابة للقسم يعني بالنهاية هي روح إنسان بيدني حلو طبعا زهراء أنت اليوم همينة حابة أسأل حضرتك شنو خلي نقول التحديات والأنت قلت المخاوف شنو تخايفة من دور الثانية وفشي لكن الحمد لله جبتي المعدل وخلصتي شنو التحديات الثانية اللي واجهتي أثناء دراستي شنو أحلى الإنجازات اللي تفتخرين بيها اليوم أكثر شي واجهني صعوبة أنه عندي شقيقة آني فمن أستاذ سعدادي الحد يعني الحد هس بس أكثر شي يعني أذتني خلال فترة الدراسة الكلية يعني خصوصا مرحلة الخامسة والساسة يعني مثل ما تعرفون أنا أصعب مرحلتي بالطب بس الحمد لله والشكر يعني قدرت أتخطاها وصراحة نحن إنجاز شفته أنه وسويته يعني أنه قدرت أنقذ هالشخص وطاني في الطاقة يعني رهيبة وشجعني أستمر على هالطريق وإن شاء الله أساعد باللي أقدر عليه وأنقذ الناس يا رب إن شاء الله طبعا يعني زهراء احنا نتمنى لك كل الموافقية شكرا إلت شكرا لوجودة شويانا شكرا إلت زهراء كل التوفيق شكرا للمشاهدة